السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد على قناة تيك وواتس فيديو النهاردة هو أمبوكسنج لكن لا مش زي ما انتم متعودين النهاردة معناش كرت شاشة النهاردة احنا معانا الأورا Z 370 Gaming Streaming Gigabyte ودي أول مرة نعمل أمبوكسنج الماثر بورد على القناة طبعا انتو عارفين الماثر بورد تعتبر هي قلب الجهاز وعشان كده مش هنعمل عنها مجرد فيديو أمبوكسنج وريديو لا هيكون في فيديوهات كتير عن الماثر بورد دي وإن شاء الله تعجبكم ده غير ان مش ديل الحاجة الوحيدة لمعايا في فيديو النهاردة في حاجة كمان هنستعرضها في آخر الفيديو لأنها متعلقة بمشروع هنعمله كتير منكم كانوا بيتطلبوه آخر فترة فمن غير كلام كتير يلا نبدأ امبوكسنج الماثر بورد تعالوا نفتح العلبة كالعادة هنلاقي اول حاجة في الشنة هي الماثر بورد هنشلها ونفطها على جنب دلواسي ونشوف اللي في العلبة دي كان هنا محطوطة فوق لكن ما فيهاش اي حاجة خلينا نركنها تحت ونبص في العلبة اللي فيها اول حاجة هتلاقي قدامكم اللي ما تيجوا تفتحها العلبة هم كتابين واحد الانستيليشن جايد والتاني اليوزر مانيوال طبعا الانصح اي حد بيجمع لأول مرة او حتى لو مش بيجمع لأول مرة يقرأ الكتابين دول كويس جدا لانهم هيختصر عليه مشاكل وبيجمع وهيختصر عليه وقت كتير بعد كده عندنا استوانا الاستوانا دي طبعا بيكون عليها التعريفات والبرامنج اللي بتيجي مع الماثر بورد بعد كده كلها حاجات اعتهادية عبارة عن اربع كابلات وعندنا القطعة الصغيرة دي واللي هي اسمها جي كوننكتور دي طبعا بتسهل عليك جدا وانت بتركب الاسلاك بتاعت الفرونت بانل بتاعت الكيسة بعد كده عندنا الاي او شيلد طبعا عشان تثبت البوردة واخر حاجة موجودة في العلبة خالص هي ستيكر اوراس ده طبعا عشان تلزعه على الكيسة عندك وتغيث صحابك اللي ما عندهمش اوراس دلوقتي بقى خلونا اللي مرحلات دي وانشيلها على جنب عشان نركز مع البوردة كالعادة طبعا البوردة مضغطية بالفيس الانتستاتيك مقفولة هنا بالسوريتيب خلونا نطلع الماثر بورد بس الاول ثانية نجيب العلبة ونحط الماثر بورد على العلبة ونحط الماثر بورد على العلبة وابدائيا كده انا هكلمكم دلوقتي عن نظرات العامة اولى ما بصدت البوردة ولكن التفاصيل قوي هتلاقوها في فيديو المراجعة ان شاء الله مبدأين كده اول حاجة هتاخدوا بالكم منها لما تيجوا تشوفوا البوردة دي هي الاكسنت اللي عاملينها ما بين اللون السود والاحمر وبصراحة مدية شكل تحفة جدا للماثر بورد ده غير ان انا اول مرة شوف هيتسينك بالكواليتي دي على ماثر بورد جيمينج سري يعني شيء كويس جدا البوردة دي تعتبر من اقل الاسعار في الفئة العالية مبدأين عندنا مدخلين بيسي اي 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 تعت البور عندنا هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة سبعة دول البروستيسور وعندنا كامل الرمات واحد اتنين ولكن اكتشفت بعد كده ان في فيز هنا فتقريبا كده النظام ثمانية زائد اتنين ولكن دي ارقام مبدئيا يعني ده اللي انا شفته اول ما بسيت على البوردة الارقام المزبوطة جدا هتكون في المراجعة باذن الله عندنا ايه تاني لو لفينا مثلا البوردة عشان نشوف المداخل بتعت الاي او هلاقي عندنا هنا مدخلين usb3 ده مدخل hdmi مفيش طبعا مدخل displayport دول يعتبر دول مداخل usb3.1 اللي تحت ده type c واللي فوق type a عادي وهنا عندنا اتنين usb2 عادي يبقى عندنا اربعة usb3 واثنين usb2 واثنين usb3.1 واحد type a واحد type c النت مش عارف نوعه ايه هبقى نبص على ظهر البوردة ونعرف ودول طبعا مداخل الاوديو وعندنا هنا زرار مكتوب علي usb3 يعني ده للوفركلوك مجرد ما تدوس عليه هيعمل لك بروفايل اوتوماتيك للوفركلوكين لكن انا عموما منصحش حد يستخدم الزرار بتعكسر السرعة ده غلا هو مبتدئ خالص ومجربش قبل كده يكسر سرعة نهائية وكعدة اي بوردة زد 370 عندنا اربع مداخل رامات عندنا سوكت ال ال جي اي حداشر واحد وخمسين الباعم طبعا للجيل الثامن هنا من الحاجات اللي عجبتني جدا في البوردة انها فيها في مدخل front usb type c لو الكيسة اصلا عندك فيها front usb type c هنا مدخل RGBW بتقدر تشغل عليه white RGB او RGB UV عندنا مداخل الساتة عندنا هنا اربعة واثنين يعني ست مداخل وعندنا هنا دايرة الصوت طبعا ده المدخل بتاع الصوت بتاع front بتاع الكيسة بس كده يعني دي النظرة المبدئية خالصة للبوردة ان شاء الله الريفيو يكون فيه تفاصيل اكتر دلوقتي خلونا نبص على دهر العلبة مبدئيا كده عندنا هنا نظام السمارت فان 5 انا كنت اتكلمت عنه قبل كده في فيديو مراجعة P350 gaming 3 وعندنا هنا نظام الفان stop اللي هي المروح تبقى وقفة متشتغلش خالص عند درجات حرارة معينة وفي دايرة الصوت الامب اوب اوديو وهنا بيقولك ان فيه عندنا مدخلين M.2 زي ما شوفنا مدخل النت هنا هو Killer Ethernet كده تقريبا احنا خدنا نظرة مبدئية كويسة جدا على البوردة ودلوقتي بقى معدنا مع تاني منتج معانا في الفيديو ده وهو الزد 370 gaming 7 من اوراس وبصراحة انا مش بعرض المنتج ده لغرض الانبوكسنج قوي او الريفيو ولكن لان المنتج ده هنستخدمه في حاجة انت كنت تطلبوها مننا الفترة اللي فاتت كتير جدا وهي ازاي اكثر سرعة ازاي اكثر سرعة البروسيسور بتاعي ازاي يبقى متطمن ان البروسيسور بتاعي مش في خطر مع كسر السرعة ده ايه من طريقة اكثر بها السرعة من البيس والانسوفتوير على الويندوز كل ده هنجاوبه باذن الله في فيديو هنعمله عن كسر السرعة واتمنى باذن الله ان الفيديو ده ينال اعجابكم كلكم دلوقتي خلونا نلقي نظرة سريعة قوي على البرده هنفتح البرده كالعادة اول حاجة متشوفها هي البرده صلع البرده من الفيس اول حاجة عايز اوراه لكم شكل البرده بجد يا جماعة شكل البرده تحفة جدا انتو حتى كمان منظر يشايفينه في الكاميرا الحقيقة مختلف ده غير ان البورده وزنها تقيل يعني يعني تقريبا ضعف وزن الجيمينج 3 الهيت سينك في كل مكان على البرده في كل مكان بمعنى الكلمة يعني متحوطة هنا بهيت سينك حتى عندنا هنا م.2 فيه هيت سينك عندنا كم م.2 هنا واحد اثنين تلاتة عندنا تلاتة م.2 واحد منهم بهيت سينك وايه تاني عندنا كبل ده بتاع مروحة البورده يا جماعة فيها مروحة لل بي ار ام متخيلين مش عارف هاتبان ولا لا لان المروحة صغيرة ولكن احاول اوضحها لكم بقدر الامكان ده غير يا جماعة ان احنا عندنا هنا تلات مداخل بي سي اي 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 بيدعمه ال.2 way sli و.3 way crossfire عندنا كام فس بور واحد اثنين ثلاثة اثنين اثنين عندنا هنا يا جماعة 10 phase power للبروسيسور والنورس بريتج بس ده غير اثنين للرمات يعني هنا عندنا نظام الطاقة عشرة زي اي اثنين كل الحاجات دي هيت سينك على اكسل gaming 3 الشيلد اللي هنا كان خباره عن بلاستيك بس بيدي شكل المداخل ورا عندنا ده مدخل hdmi وده مدخل display port الاتنين طبعا gold blated حتى ما داخل الصوت كلها gold blated optical audio للصوت ده لو عندك سماعات احترافية هتلاقي فيها مدخل optical audio ده ال usb type c واللي بالاصفر هنا يا جماعة ده usb back up 2 كل الفرق ما بينه وما بين ال usb العادي انه بتكون الاشارة بتاعته نظيفة قوي يعني ما فياش اي نويز او اي حاجة بص يا جماعة من الاخر البوردة دي فيها كل حاجة تتمنوها ارجي بيه في كل مكان على الرمات على ال heat sink عندنا زرار لل overclock زرار لو حابب تعمل receipt لل semos كله لو انت مثلا عملت overclock خاطئ او عركت في اي حاجة ترجع البوردة زي ما كانت بالظار خلونا دلوقتي نركن البوردة ونشوف ايه اللي جوه العلبة اول حاجة هنلاقيها هي illustration guide اللي هو كتاب التركيب بتاع الماثر بورد بعد كده تحت اول ما ترفعوا البتاعها هتلاقوا stickers الكتير دي i o shield ده كابل ساتا كابل ساتا برضو وده كابل ساتا كابل ساتا برضو بقى احنا كده عندنا اربع كابلات ساتا بتيجي معاها ده تقريبا extension لل rgb ودول تقريبا مسامير لتثبيت ال m.2 وده طبعا اسقل اي bridge high bandwidth سنسور ليسر الحرارة ممكن تحط على اي حاجة عندك في الماثر بورد يستقل الحرارة مثلا الhard اي قطع انت عايزها معينة في الماثر بورد بيجي منو تنين بيجي واحد كمان فكده عندنا تنين وده قطعة ال g connector زي ما اقول كلمتوكم عنها في gaming 3 وحنا بنفتحها حكتين كده شبه ال zip ties عشان لو عندك كابلز او حاجة تقدر تربطهم بيها بس كده مفيش اي حاجة تانية ما حبيتش اطول عليكم جامد على gaming 7 ولو حد منكم بيسعش معنا اخترنا gaming 7 بازي اتنعمل عنها فيديو فده بسبب انها بتوفر power phases قوية جدا فده هيقدم لنا استقرار في كسر السرعة بس كده ده كان unboxing لزيد 370 gaming 3 و gaming 7 واستنوا الفيديوهات بتاعتهم قريب جدا باذن الله شكرا لكل اللي كامل الفيديو للاخر ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك ومتابعتنا على الموقع السوشيال ميديو هتلاقوا لينكات كلها في التسكريبشن تحت الفيديو هشوفكم بإذن الله حلقة جديدة السلام